صوت لبنان وتعرفته عليها من حوالي أسبوع هالمبادرة اللي كبرت دغري وكشفت إذا فينا نقول قديش حجم الحاجيات قديش الناس إني بحاجة لمساعدة ولا دعم لتجاوز هالمرحلة الصعبة هالمبادرة كلنا عيلي كيف انطلقت كيف انطلقت الحملة هل بسبب الكورونا أو أنه في أسباب أخرى تاريخ انطلقت الفكرة كيف كانت شو قدرت تحقق لحد هلأ مين لح يستفيدوا من الموضوع ومين لأ خلينا نطرح كل هالأسئلة على الناطقة باسم مبادرة كلنا عيلي نتالي داغر أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان مجرور يعطيكم ألف عافية بالفعل يعني بفترة زمنية كتير كتير صغيرة قدرتوا تعملوا شيء أنا كنت عم بتطلع على الأرقام أحبات يعني بخلال خمسة أيام جمعتوا 43 مليون ليرة يعني مبلغ جيد هيدا بيقول قداش الناس دغري يعني اتجاوبوا مع هالحملة هلأ يمكن في البعض بيعرفوكم وبيعرفوا أنتم بلشين من قبل يمكن خلينا نقول الفكرة من وين انطلقتوا كيف انطلقتوا أي متى هي للحقيقة مشروع كلنا عيلي عمره أكيد أكتر من جمعة هيدا الفكرة انطلقت بالصيفية طبعا 2019 نعم بلشيت بعقل وبقلب شخص كتير عزيز عقلبي وبصحبتي واللي بيعرفها بيعرف قديش هاي إنساني كلها قلب ما عم جميلة وهي بتعرف هي كارين جميل نعم طلعت بالفكرة هي الفكرة الأساسية كانت نعمل اللي بيعرف الفكرة من وراء اللي عم بيصير المطاعم محبة يعني مزبوط فكرة حلوة هي الفكرة نعرضيتها عليها على كم حدا من مجموعة أصحاب قعدنا وفكرنا فيها ودرسناها وتحمسنا عليها هي الفكرة إنه نعمل فينا نسميه مطعم عائلة فينا نسميه قهوة قهوة الحي ملتأة بالمناطق العالم فيها تجتمع فيها حوالا لقمة طيبة نقدم طبق صخن للعالم هي الفكرة إنسانية اجتماعية حفسر شوي شو يعني مزبوط مزبوط إنه الهدف الأساسي هو إنه نقدم هالطبق للعالم بس كمان وبركة كمان من الهدف الأساسي هو الجمعة يعني نحنا بدنا العالم تجتمع مع بعض يعني فيه تباعد صار بين العالم في كتير ناس صارت وحدة مزبوط فيه عالم وحدة فيه عيال عبيلة تجتمع بمحل جو حلو حوالا لقمة طيبة الأصحاب يجتمعوا يسولفوا يمضوا وقت أو يتعرفوا على ناس يتعرفوا على ناس والأهم بعد إنه نحنا نتعرف عليهم يعني نحنا هلأ بنحكي شوي عن التجربة بس أنتوا كنتوا مش بس تتعرفوا عليهم أنتوا كنتوا تقوموا بخدمتهم أيضا وهيذا الشي كتير حلو وصدقيني أنه تعلمنا أنه ما في شيء أحلى وما في شيء بيعطي هالإحساس بالسعادة الساتيسفاكسيون أكتر من أنه كنا نهتم بهيدول العالم اللي يعني ما فيني خبرك ملا شعور هلأ بنحكي إذا بدك عن التجربة كيف شو هن المراحل اللي قطعنا فيهم بس خليني قبل ألفت الأصدقاء المستمعين أنه هاللقاء كمان فيكم نتبعوه بالصوت والصورة على صفحتنا على الفيسبوك Voice of Lebanon 100.5 تفضلي ناتالي نحنا بلشنا كان المشروع أنه نأسس الجمعية بالطرق العنونية أكيد مع المخابر وكل شيء كان بدنا نبلش نعرف الناس على نشاطنا نجمع تبرعات نجيب سبونسرز نعمل يعني نأسس حالنا على رواء ونبلش النشاط هلأ الأحداث بلبنان سبقتنا شوي أول شيء إجي تبلشت آخر الصيفية تبين مظبوط نتائج المشاكل الاقتصادية بلبنان الأزمة الاقتصادية وبـ 17-20 بلشت الثورة وهون حسينا أنه صراحة ما بقى فينا نطول يعني الحاجة بلشت تكبر بلشنا نحس أنه ما فينا ناخد وقتنا يعني لازم خلص نبلش وإذا بخبرك يعني كيف بلشنا أول مرة حكينا برك نهار خميس التانين كنا عم نقدم للعالم أكل صخن بمحل على جمعتين بلشنا بالدكوينة بلشتوا بما كان بأي مكان يعني بلشنا صراحة كان حزب الكتائب كان كتير كريم معنا يداً وأفراداً دعموكم بها دعمونا لأنه مثل ما قلتلك الوقت تهمنا وكان بدنا نبلش وكنا بعد ما حطينا القصص يعني ما كان عندنا بعد ولا ما في لوكال ما في لوكال كان خلص يعني بدنا محل نقدر نبلش منه ووقت حزب الكتائب عرض علينا يعطينا قصم وبلشنا بقصم الكتائب بالدكوينة نعم وقعدنا بقينا بالقصم جمعتين كل ليلة نسهر مع الأهيل المنطقة كل ليلة تحضروا أكل ومين يحضرون على الأكل هيدا هو كمان واحد من أهداف الجمعية اللي هي جمع نسوين الرجال أكيد أهلا وسهلا فيهم بس أنه نسوين كانوا عم بتبخوا لكن هلأ بهالأيام الرجال عم بيحسنوا مواهبهم بالطبخ بالحج والله لازم كانوا عم بيجتمعوا يومياً لتحضير الأكل وهن الجروب اللي كانوا عم بيحضروا أكل هن كانوا الجروب اللي كانوا عم يجوا وعم يهتموا بالعالم وعم يخدموا ولا أربع من هيدا تجيباً بقى كنا كل ليلة نجتمع حوالي على العشاء من الستة للتسعة نبلج أوقات قبل شوي أوقات تمد أكتر شوي نقعد مع العالم نحكي معهم نتعرف عليهم يتعرفوا على بعضهم صار في ناس تجيب يومياً أول مرة بيجي واحد لحاله تاني يوم بيجيب معه أصحابه بيكبر العدد كبر العدد كتير كنا كتير عتلنين هم أول شي إنه ما يجي عدد نعم ومظبوط إنه أول ليلة كان العدد شوي قليل بس من تاني ليلة وثالث ليلة الأعداد تكاتريت صاروا يجوا عيال ويجيبوا معهم أصحابه وأول مرة بيجي بركة بس ال وقالة ممكن يكون جاية يعني تيستكشف تيشوفوا الوضع مية بالمية في كتير كنوا يجوا يستكشفوا أول ليلة في ناس صراحة يجي بسطحيين بالأول أو مخجولين شوي شوي أول فترة بس حسوا إنه لا جوا عن جد عائلة نعم لأنه عن جد كنوا أجواء عائلة يعني طب أنتو عم بيزيد العدد يعني يوم عن يوم عم بيزيد عدد الأشخاص اللي عملي يجوا نصب يجتمعوا على هالماء دي وإنتم طبخين لهم ومحضرين لهم وعم يعني تتعشوا معهم وتسيرون مثل ما بيقولوا عم بيزيد العدد كيف عم تعملوا يعني تقليك صراحة في كام ليلة شوي نزرقنا بالعدد يعني صار كل واحد يروح على بيته يشوف شو في عنده يعمل على السريع يجيب فضلات في ليلة طرينا نروح نشتري صندويشات يعني في في أيام كان العدد كبير نعم بيفرجة كمان قديش حجم قدي حجم الحاجة وقديش كنه مرتحين كمان مظبوط عندكن وفي شي كمان تالت بيقول انه لما بيكون العدد كبير وانت عم تركدي حتى تجيبه من برا يعني مش عم تقولي لحدا لأ خلاص فوالت نحن من الأول قلنا انه بدنا نجرب هقدر المستطاع ما نقول لحدا لا و يعني اذا بمقدورنا نساعد مية رح نساعد مية اذا مقدورنا نساعد ألف رح نساعد ألف اذا مقدورنا نساعد مئة ألف رح نساعد مئة ألف بس عم نصلي يكون بمقدورنا نساعد أكبر عدد معين وبيكل المناطق طيب هاي دي تنظمت وصرتو يعني يجو على طول هالأشخاص انتو قلت بلشتوا من من الدكواني بلشنا بالدكواني جمعتين بعد الدكواني شفنا قديش كان عن جد نجاح كبير وكان العالم عم تطلب مننا انه قامتا لح ترجعوا وقررنا انه كمانا نطلع ونبلش بالمناطق مناطق خير مناطق نعم انتقلنا عملنا يومين غدا بترابلوس ولحقلك شغلة بترابلوس بيومين اجا اكتر من الف شخص كانت مفاجأة كبيرة وكانت تجربة بفتكر كل اللي عشوها ما بينسوا بحياتهم وين كنتوا بترابلوس بقسم الكتائب كمان يعني هني قدموا لكم بيوت الكتائب بكل المطاريح مزبوط لانه بهالقدة فترة قصيرة يعني عن جد كتر خيرون لانه ما كان فينا نقلع بلا بلا محل بدنا محل الف شخص بس الف شخص بيومين هيدا بيك شوف قديش الحاجة هيدا قبل هال يعني قبل الكورونا هيدا قبل الكورونا هيدا قبل العيد الميلاد من بعد عيد الميلاد عملنا نهار بزحلة نعم ونهار بكسروين بين العيدين بعدين قررنا انه ناخد فترة لنرجع كمان نحن ننظم حالنا ونشوف نرجع على المشروع الاساسي نشوف اذا مناخد مطبخ او مناخد لوكال بكل منطقة يعني رجعنا كمان نحن اجتمعنا مع بعض هيدا الجروب الصغير تتقيموا الوضع من جديد مظبوط ونرجع ننظم حالنا للمرحلة الجديدة كمان العالم لازم تعرف شغلة انه الامكانيات اللي كان عنا اياها اول ما بلشنا كانوا كتير ضئيلة يعني افوا كيف قدرتوا تعملوا كل هالشي كيف قدرنا نعمل بفضل الناس يعني اول شي بلشنا نحن قدرنا نعمل هالجماعتين بالدكواني وبيزحلي وبيكسروان وبيترابلوس من ورا خير الناس بلشنا ب اه اقول لك شغلة شاك واحد بألف دولار نعم هاي هي وبلشنا بس عم بين أصحابنا والمحيط طبعنا على واتساب نبعث مساجات وتفاجأنا من عدد الناس اللي بدوا يساعد و وناس عن جد عقد مقدورة يعني بس تعفي شي وناتالي الناس مثل ما قلت الناس بتحب تساعد اللبناني طينته رائعة بس ما بيقدر يوسق بسهولة ووسقوا فيكن لأنه شايفوا شغلكون على الأرض ان شاء الله يعني انتوا ما ميزتوا لا بين منطقة ولا بين لا لكن المحتاج ما بيعارف ولا دين ولا معتقد ولا ولا حزب ولا يعني في محتاجين وينما كان وزا نحن عن جد من أن نعمل عمل خير ما بدنا ناخد بعين الاعتبار ولا منطقة ولا دين ولا شو أفكار الواحد لا السياسية ولا التزام الحزبة ولا شي ولا واحد ما بيكون عم يعمل خير أنا بس بدي أقول المستمعين يمكن إذا حدا بحبهك يستوضح أكتر منك فيهم يبعطوا أسئلتهم بتمنى تكون مكتوبة على الواتس أب 76 611 001 يعني لأنه في كتير إشياء نحكيها والاتصالات يمكن ما حتخلينا أنه نقدر نحكي عن كل الموضوع طب كيف صارت مبادرة كلنا عائلة من أكل بالمناطق طبخ ولقاء للعالم وجمعة لا حتى صارت هلأ حصص غزائية وأمور لا حقلك شغلها لا في أول شي قلتلك نحنا رجعنا أخذنا شوي بريك نرجع نقيم الوضع لبيل قلنا نحنا لبيل ما ننظم حالنا بس ما بدنا كمان نقطع العالم لأنه كان عم يجينا كتير اتصالات وطلبات وأسئلة أمتا لح ترجعوا أمتا لح نرجع نشوفكم وقلولنا وين لح تكونوا لنلحقكم قلنا أنه لح نجرب نعمل بورسيون أليماتير يعني حصص غزائية كل نهار كل نهار أحد لح نوزع لح نطبخ لح نوزع لعيال كل جمعة بمنطقة معينة كنا عم ننسق مع فعاليات كل منطقة والمخاتير والكنيس تنقدر نعرف مين بحاجة لنوزع له بس كمان ما كنا ما نبعد كتير عن الفكرة الأساسية اللي هي هيدا المحل اللي بيسمح للعالم تلتقي وتجتمع ببعضها ونحنا نقدر كمان عن جد نخدمون لقلون قلنا نحنا أنه مرة بالشهر نعمل ثلاثة أيام بمحل كمان كل مرة بمنطقة هيدا سبديك القهوة بالجمعة الحي هالجمعة المحبة قدرنا صراحة نعمل هيدا الشي مرة يعني عملناها على بركة كم جمعة وقدرنا نعمل ثلاثة أيام مرة قبل ما يصير الكورونا فيروس الانتشار الفيروس هون يعني صار ممنوع الملتق وممنوع نجتمع وبدنا نحنا كمان نشجع الناس أنه خليكن ببيوت نحنا منوصلكون الله راد بس نرجع كلنا نلتقى بعضنا منرجع على هيدا النشاط الأساسي طبعا الجامعية وهنا زادت الحاجة بعد الزيادة غير الكريزة الاقتصادية الأزمة الاقتصادية صار عنا كمان من وراء الفيروس انتشار الفيروس صار في عالم زيادة قادت بالبيت صار في عالم زيادة فقدت شغلة صار في حاجة أكبر صار في حاجة أكبر وصار فيه يعني بفتكر هايدي كلنا عم نحسها انه صارت الشغلة قريبة من كل واحد منا يعني اللي كنا نحنا نحسه بعيد صرنا عم نشوفه بمرحيتنا القريب صرنا عم نشوفه بعيالنا مظبوط وقلنا انه لأ هيدا كمان منه وقت انه نقعد ببيوتنا وما نعمل شي بقى قررنا انه نمشي بالحصص الغذائية هلأ ونقدر نأمن قد ما فينا نساعد العالم ان شاء الله اكبر عدد ممكن لبل ما نطلع من هيدا الازمة ونرجع عن نشاط الاساسي وانت لقته بمبادرة كلنا عيلي وكمان عبر صوت لبنان ومن خلال الموقع يعني ايضا الموقع كلنا عيلي على صفحة الفيسبوك وكمان يعني اللي بيحبه على الكمان في كلنا عيلي.com يمكن مظبوط أو.arg يمكن كلنا عيلي واي سوبرت لبنان دوت كوم كمان للي بده يفوتوا اللي بده يتبرع ميليا في فوت على اي سوبرت لبنان دوت كوم يتبرع بالمبلغ اللي بده ييه وبحب صور هون انه اكيد مش نحن نتكبر على التبرعات الصغيرة الكبيرة بس كل واحد لازم يعرف انه التبرع الصغير بيفيد ما في واحد يقول ما بيفيد بلشنا بكتير قليل بلشنا من تقريبا ماشي وقدرنا نعمل كتير يعني عن جد الواحد على قد مقدوره اذا كلنا منحط شوي النتيجة فيها تكون كتير كبيرة يعني من خمسة ايام من اطلاق الحملة رسميا وصل المبلغ ومبلغ لا بأس فيه ابدا 43 مليون ليرة هل هنه اول شي متبرعين من لبنان او من الخارج من اتنين عنا كتير تجاوب من الخارج ومنتشكرون كتير طافلة بحسوا انه حاسين معكن وبدنا ندعمكن ومش عارفون من نهاية هوا اهلنا وعيالنا برا يعني وبدون يساعدوا وبدون ايه يحسوا انه هنه كمانا عبيخدم وطنون مية بالمية عم يخدموا عيالهم نعم بعدنا عم نقول انه هايدي الشغلة صارت عم بتدق بكل واحد فينا بكل عائلة بكل بيت يعني فيه تبرعات كتير من برا نحنا بنعرف انه نحنا عم نجي بوقت صعب صعب على الكل مشان ايك نحنا عم نقول انه كل واحد على قد مقدوره واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد بيعمل عدد كبير ونحنا معنا سقف معنا لميت يعني اذا قدم فينا قدم بيسمحولنا ادراتنا لح نساعد يعني شفتي فيه فيه مثلا بيبعتوا حدا بيعت مبارح انا بحاجة لمساعدة اليوم بيقول ما بتكون تساعدونا ولو انه التعاطي اوقات يعني لانه نحنا كمان من خلال واتس اوب عمل توصل هون فيه مشكلة ناتالي انه الاول شي الطلب اكتر بكتير بكتير من الموجود ومن الادراء على المساعدة تاني شي يعني فيه ناس بيتصوروا انه بس عملوا التليفون او بعتوا لهيدا دغري يعني بزيت نهار لح توصل هالمساعدة نحنا اللي فينا نوعود الناس انه لح نجري بنوصل لاكبر عدد ممكن طيب كيف بتقول ناتالي انتو على اي اساس نحنا قلتليك نحنا عم نجري بنتعاون مع فعاليات كل منطقة تنقدر نحنا كمانا نعرف مين بيأمثل حاجة يعني لسوء الحظ لانه فيه ناس ما بيكونوا بحاجة وبيخدوها من طريق غيرهم بركة بركة نحنا ما بدي انا اتهين بفتكر في كتير العالم بحاجة في عالم بحاجة اكتر من عالم بنا نجري بنبلش بهي دول عقد ما فينا نحنا نعرف عقد ما فينا نستفسر برجع بقليك نحن نجري بنوصل لاكبر عدد ممكن ياريت فينا نلبي كل الطلبات مثل ما عم بتقولي الحاجة اكبر بكتير من مقدور حيالة واحد منا كتر خير الله كمانا العالم عبالة تساعد ونحنا على يعني متكلين على هيدا الشي نعم ربيع شو بيقول عندي تساؤل قديش صعي بتشوف جيرانك عبينعطوا مساعدات وانت عم تطلع فيهم وما يطلع لك حسا انا هيكسر في مش قصة ما طلع لي بس انه كان عنده شعور انه مهمش وبيقول انا بحبكون كتير ربيع ما بعرف عن مين عم بيحكي مين اللي وزع عندهم لانه فيه في عدة مبادرة فيه كتير عم بيوزعوا وكتر خيرون وبفتكر كلنا اليوم كلف حدا فيه ساعد لازم يساعد طيب انتو فيه مناطق معينة عم يؤالها لانه نحنا عم بيجي من كل لبنان طلب المساعدات نحنا منا ابدا محصورين بولا منطقة لحنجرب نروح على كل المناطق لحنجرب مثل ما قلتلك نساعد الكل يعني الله بس انشاء الله يطلع بيدنا وانشاء الله نقدر قد ما نحنا طموحنا كبير نقدر نساعد نعم ناتالي كمان يعني قلت انه لح تكونوا بكل المناطق وين ما بيكون فيه حاجة نستقدروا كيف يعني عم بتجمعوا هالغراض انتو عم تشترون ولا فيه مواد غزائية عم بيجي يعني مبارح فيه شخص كنت انا مع جهاد واتصلوا قال انا بده ابعث مية او مية وخمسين انا ماني اكيدة انينة زيت من عنده يعني هيدا العب يعطي من الموجود عنده تيساعد غيره هيدا المطلوب نحنا عم نجمع مساعدات بنوعين في مساعدات مالية في الواحد يفوت على ويساعد واكيد كمان عم نطلوب مساعدات عينية يعني اذا حدا بده يتبرع بغراض زيت طحين خبز اللي فيه عم نجمع نحنا هيدا شيء ببناية صوت لبنان بمبنى صوت لبنان بمبنى صوت لبنان اكيد بيكونوا مشكورين المصاري اللي عم نجمعها بالنهاية كمان اللي احنا نشتري فيه غراض يعني يعني بتحسي مثلا انتو عم بتعوزوا غراض واكيد عم تشتروا من خلال المصاري مواد ريزائية وغيرها اللي التجار يلي عم تتعاملوا معن عب يجيوبوا يعني كمان من حيس السعر لانه نحنا بنعرف انه فيه تجار عب يستغلوا الوضع وعم بيغلوا فيه تجار لا يعني ما فينا نعمم فيه عنا نحنا خبرتنا مع كتير من التجار كانت كتير منيحة برجع بقلك العالم بده تساعد العالم حاسي بالحاجة وحاسي بالنهاية انه بفتكر خلاص كل واحد مننا من خلاص المجموعة يعني بتكاتفنا مع بعض مية بالمية يعني البلد ما رح يقوم اذا كل واحد بس فكر بحاله وفكر بي انه بدي خلص حاله بس مرة ما رح يمشي الحاله لا ما حيمشي الحال مصبوط فيه كتير عالم بده تعمل خير فيه كتير تجار عم يعطوا بلا مقابل فيه تجار عم يعطوا باسعار الكلفة يعني هيدا مساعدكم انه تكبروا الحصص اكتر اكيد اكيد نعم انتو بتدايتوا بتوزيع حصص بلشنا ايه بلشنا وزعنا من يومين وزعنا بجنوب نعم وكانت كمان تجربة كتير منيحة هلأ يعني متكلين حتى برعات بتروحوا على فرد منطقة بتوزعوا فيها هلأ اكيد كمان عنديك شق عملي اذا بديك يعني احنا بدنا بدنا نحضر بدنا نحط بالفانات بدون الشباب يروحوا هولي كلهم بيتطلبوا اكيب كبير يعني يشتغل فريق كلهم متطوعين مظبوط وبرجع بقلك لنظرا لديء الوقت ولا الحاجة هيدا الشي عم بيتقدم لنا من قبل الشباب وافراد وإيادة حزب الكتائب اللي عم بيكونوا حدنا بهيدا الموضوع عم بيأمنوا لنا الموارد البشرية اللازمة لنقدر نحنا كمان نوصل على كل المناطق ونقدر نساعد قدمة فينا عالم نعم إلي سبغة من السويد بيوجه تحية من القلب لا أنا بدأ اتمنى بس للي عملي يتصلوا إنه مش هلأ وقت طلب كلنا عيلي البرنامج مش هلأ وقته بتكون تتصلوا من بعد موجز أخبار لتناعش وربع من تناعش وربع للوحدة وربع هلأ بدأ يعني وكمان يعني بالنسبة لي اللي عم بيطلبوا مش هلأ ياريت بترجعوا يعني بوقت البرنامج بتتصلوا إليسة بغة من السويد بيوجه تحية للي اللي بيدعموا أهلنا بكل المناطق كما تعاملون سوف تعاملون خيرا في الآخرة وبيقلك شكرا لكم في كتير بيعني شو بقولوا بيقدروا شو فعلا شو قيمة هالعطاء وشو قيمة هالمساعدة طيب بالناتالي البعض عبي يطلبوا عبي يطلبوا مصاري البعض عبي يطلبوا دواء يعني الناس عم تطلب منكم كأنه عم تطلب من دولة لا سوق الحظ لا سوق الحظ أنه الدولة لازم تلعب دورة بركة مش بمقدورة اليوم بركة أنا ماني سياسية ولا بدي فوت بالسياسة بعرف نحنا شو عم نقدم نحنا اليوم مبادرة كلنا عائلة عم بتقدم وجبات عم بتقدم مواد غذائية طموحنا كبير حقلك صراحة عنا أفكار بعد كتير لحي نعمل مبادرات غيرة بتشبهها وفي مبادرات ما بتشبهها بدنا نساعد كمان واحد بده يساعد بده يشوف شو حاجات الناس مزبوط اليوم هادي هي المبادرة لح يجي غيرها نعم منوعود الناس أنه لح نجرب قد ما فينا لح نجرب في واتس عب بيقلك بلشو من بيروت لأنه البيروتية كمان فقرة خلوا كل منطقة تهتم بحالة لأنه البيروتية البيروتية إذا بده يروح عجنوب بيقولوله روح عمنطقتك شو بتجيوبيون لهالناس هلأ أخدت واحدة عسابيلنا موزج بس البعض يعني بيقولوا أنه نحنا كل واحد بيقول نحنا نحنا ما بدنا نمشي بهذا المنطق نحنا نحنا منفكر بلبنان وباللبنانية لح نروح عند الكل مين ما بيستقبلنا لح نروح مين ما وين ما منلاقي في حاجة لح نروح أكيد لح نروح لبيروت هذا ما في شك بس كمان نروح لجنوب وبنروح لكسروان وبنروح للمتن وبنروح لشمال بكل المناطق ناتالي بالنسبة للدواء في كتير عبيتوا بالدواء بيقولوا أنت بتعرفي قديش أسعار الأدوية بالنسبة للناس بظروف مدية سعبة خاصة لما ما بيكون عندهم ولاد صغار بيكون يعني ما في حليب ما في حفاظات يعني هاي دي الحاجات اللي كتير تطلب مصروف بيقولوا يعني في كازا حدا طالع معنا هيك أنا بدبر حالي باكل خبزي حاف بس بدي الدولة بي أو أمي هون يعني فكرتوا بهالشي ولا ممكن بمرحلة لاحقة أنتوا تبلشوا بالدوية ممكن أكيد ممكن منا نحنا منا مساكرين على ولا فكرة بدنا نجرب برجع بقلي كله معلق بساعدة الناس وقدقوا دوراتنا تنساعد نعم اليوم عم نقدم حصص غذائية بتكفي لعائلة من خمس أشخاص لمدة ثلاثة جميع لشهر بعد هيدا المبادرة أكيد نحنا كل يوم عم نفكر بطرق تانية لنساعد في يجي دور الدواء معقول ما فيني ما فيني أعرف بدي كلنا كلهم علق بشو بمقدورنا نعمل نعم كمان ليلة عمل يبعثوا وعم بيجربوا يتصلوا بدي أقلهم بليز يعني في كتير عمل يطلبوا دعموا بيقولوا أنا بحاجة لمساعدة ومشكورين سلف من كل المناطق اللي بني إذا بتلاحظي ولكن بدي أقلهم هولي يعني الواتس أبيت وهال الاتصالات بخلال برنامج كلنا عائلي يلي بيحب يساعد ويلي هو بحاجة لمساعدة الاتنين عمل نتلاقيهن قلتيلنا أنه يعني هالمبالغ الصغيرة اللي عم تجي هي عم بتكون فيها بركة كمان نحنا مننتظر من أشخاص متمولين كبار أنهم يساعدوا ما بيساعدوا ولا بيعملوا مبادراتهم هني الخاصة بيساعدوا بلا بيساعدوا ونحنا هلأ كمان متكلين عليهم إذا بدنا عن جد نوصل لعدد الناس اللي نحنا نطمح نوصل لإلوه ونقدر نساعد أكبر عدد ممكن أكيد نحنا ناطرين منهم المساعدات بس كمان برجع بقلك أنه بلشنا بكتير قليل وعملنا شغل كتير كبير والعالم كتير تفاعلوا معنا وكتير مبسطوا فينا ونحنا كتير مبسوطين من التجربة اللي عملناها بي عن جد كتير قليل بس العالم تعرف أنه تبرع كل واحد يتبرع بقدرته يعني مبارح هيك على سبيل المثال بديقول يعني وصلوا أدوية يمكن لشخص يمكن معيد بحاجة لألقوته في بيعتين العلب الأدوية يلي ما تم استعمالها مثلا من ضمن بيبعثوا أوقات الإشياء الناس يعني ما في شي بالنهية بينكب دايما في ناس بيكونوا بحاجة للإشياء يمكن منك قادر تعطي من جيبتك شيء ولكن في شي فائد عنك منك عايزه غيرك يمكن يكون بحاجة ميسي لأله تعرفي أول بس كنت عم بحكيك عن أول تجربة لألنا في عالم كانوا عم بيعطونا مثل ما عم تقولي من غزاناتهم من براداتهم ما حدا كان عم بيروح يشتري يعني أنا بعرف ناس كانوا مسافرين فضوا البراد وحطوا ليه بالسندوق السيارة وناس أنا ما بعرفهم ناس عرفوا من الواتساب من السوشيل ميديا مساج بيروح من واحد لواحد لواحد يعني الفكرة هي أنه مثل ما عم بتقولي الواحد فيه يعطي من حواضر البيت وهايدا بيعمل فرق كبير يعني واحد ما يستخف بهيدولي بيجمعوا بيجمعوا وبيعملوا نعم نتالي يعني الطلب عمل بيزيد التبرعات تتوقعوا أنه تزيد أكتر إن شاء الله إن شاء الله نتوقع نحنا يعني من آمن برغبة الناس بعمل الخير عم نحس قديش العالم بده تساعد نعم ونحنا بنيه ما فيه نتكل غير على هيدا الشي وبنا نتكل على أهلنا بلبنان وبنا نتكل على أهلنا برات لبنان من خارج كمان من خارج يلي قلبه نعرف أنه قلبه نعى لبنان وبده نساعده بالنسبة للشغل عم بيزيد أكيد يعني كمان الفريق المتطوعين صار شغله أكتر أو إنه كمان العدد عم بيزيد هلأ في كتير يعني منهم بأشغالهم منهم بجامعاتهم ومدارسهم هلأ إيه هلأ العدد عم بيزيد بس كمان مش لأنه قاعدين بالبيت العدد العالم اللي كان اللي ساعدنا رهيب يعني العالم اللي كمان مش بس بيساعد مش بس اللي بيعطي اللي بيعطي من وقته كمان اللي بيعطي من وقته اللي بيعطي من جهده اللي بيعطي هيدا الوقت اللي قاعد عم بيشتغل عم بيطبخ بعيد عن عائلته عم بينزل كل يوم يخدم عالم ما بدي أقول ما بيعرف أنا يخشي صرنا أصحاب وصرنا منحب بعض وصرنا منعرف أخبار بعض بس هيدا كمان هو أساس شغلنا وأساس الجمعية طبعا هو الناس يعني الناس اللي بيساعدوا من وقتهم ومن جهدهم والناس اللي عم بيساعدوا بتأمين حاجات الجمعية لقدر نحن نعطي هوني أنا بدي أخلص بالإسم كلنا عائلة يعني قلتي بلاشنا ما بنعرف بعض وخلصنا كأنه كلنا عائلة مزبوط يعني هيدا كان الهدف من البداية هيدا هو واحد من الأهداف الأساسية تبع الجمعية في هدفين رابق ليك واحد إنساني اللي هو تأمين حاجة للعالم وفي هدف كمان اجتماعي اللي هي خلق عائلة كلنا منساعد بعض بس كلنا كمان نخدم بعض منقعد مع بعض منتعرف ع بعض منمضي وقت مع بعض هيدا هو هدف كلنا عائلة حسن حسن ديب بيقول الله يعطيكم ألف عافية أنتوا عبتعتوا الأمل للناس الله يوفقكن أنا من ترابلوس ودايما بسمع صوت لبنان صوت الأمل والخير أنا بس حبيت أشكركم كمان هاي العيب أوكي أوكي بس يريت هود العبيقة يعملوا هلأ طلبات المساعدة يريت أنه الساعة 12 وربع ضمن برنامج كلنا عائلة بتصير الطلبات هلأ بس نحن عمل نتعرف على هالمبادرة على هالحملة نعرفكم أكتر مين وراها شو عمل يعملوا وشو عمل بتخططوا لبعدين ما بدي فوت بتفاصيل لأنه بعدنا عم اللي فيه اللي كي إنه عنا كتير أفكار وإن شاء الله الله يقدرنا نقدر ننفذ كل هالأفكار نعم بدنا نقدر نوصل على أكبر عدد ممكن بدنا نقدر نفوت على بيوت العالم بدنا بدنا نساعد بدنا بدنا نكون موجودين قلتلك هاي دي المبادرة اليوم هي واحدة من المبادرات كلنا عائلة لح يجي غيرها هي منى الفكرة الأساسية لكلنا عائلة بس كمان نحن مستعدين نتطور بحسب حاجة الناس عن بالنهاية نحن لخدمة الناس بدنا نقدر نعرف شو هني حاجات وننا نقدر نخدمون اليوم هاي دي هي الحاجة لحن أمنها ما فينا نوعد العالم انه لحن نقدر نساعد الكل لسوق الحاز ما فينا بس اللي فينا نوعدهم هي انه لحن نعمل كل شي بمقدورنا تنقدر نساعد أكبر عدد ممكن من الناس بدي أشكرك كتير الناطقة باسم مبادرة كلنا عيلي نتالي داغر ان شاء الله لما منستضيفك يعني مرة تاني كمان بيكون الرقم أكبر وأكبر وبيكون التجاوب أكبر وأكبر بس خلينا نذكر الأصدقاء المستمعين أنه هالحملة انتوا فيكن تباد يعني تشاركوا بهال مبادرة تساهموا بالمساعدة أو من خلال الموقع supportlebanon.com يعني فيكن تفوتوا وتنقوا المبلغ يلي بتكن تتبرعوا فيه بواسطة الكريديت كارت ما منقلكون ظهرو يعني دغري بيكون التعامل أسهل أفيكن تتبرعوا مرة وحدة فيكن تعملوا ولو جزء صغير بيكون تبرع شهري أو سنوي وفيكن كمان عبر صوت لبنان بس مش هلأ بخلال برنامج كلنا عيلي ساعة 12 وربع بدأ أشكرك كتير ناتالي شو بتحب تقولي بالنهاية للمستمعين نحنا متكلين على بساعة دي كل واحد تنقدر نكفي وتنقدر نوصل لهدفنا ساعدوا خيكون اللبناني تنقدر كلنا نرجع نوقف عجرينا حلو كتير شكرا لقالك ناتالي أهلا فيك بساطة لبنان شكرا لك كلنا عيلي لنكون حب بعض بالأيام الصعبة لأنه كلنا عيلي لازم نتساعد لنواجه سوى المساعدة